بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم بخطوات سريعة بس عن طريقة تفعيل الهارد ديسك على الماك الهارد الجديد طبعا بعد شبك الهارد ديسك بالجهاز رح ندخل على قائمة فندر من قائمة فندر في شيء اسمه اللي هو الابيكليشن ندخل بعدين على اليوتيلتز رح ندخل بعدين على حاجة اسمها اللي هي ديسك يوتيلتز هنلاقي الهارد موجود اللي شبكناه الهارد ديسك دمشبوك هنفرض انه هو هاد الهارد ديسك مثلا بعد ما نختاره نحدده في حاجة اسمها هنا اللي هي الاريز هنضغط على ارز هنا الخطوة المهمة جدا هتلاقي هو محدد لك اللي هو الماك عفوا الاس الاكستيندد لا احنا حنختار خيار اللي هو من ضمنهم اللي هو الام اس دوز فات هذي الام اس دوز فات يصير يتوافق معاكم مع النظام ماك ومع النظام مندوز بعد ما نختاره